لا تزال الوليات المتحدة الأمريكية تحت وطأة حوادث إطلاق النار العشوائي المتنقلة فبعد الأحداث التي شهدتها نيويورك وتكساس وأكلهوما في الأسابيع الماضية قتل أو قتل رجل امرأتين بالرصاص في ساحة انتظار تابعة لكنيسة في ولاية أيوا الأمريكية ثم انتحر وفي ولاية ويسكنسون فتح مسلح النار على حشد من المشاركين في جنازة مما أدى لسقوط عدد من الجرحة فيما لاذ بطلق النار بالفرار وقبل ساعات من الحادثتين الجديدتين كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد دعا الكونغرس الأمريكي إلى رفع سن حيازة الأسلحة الهجومية من 18 إلى 21 عاما إذا لم يتمكن المشرعون في الكونغرس من إعادة الحظر التام لتلك الأسلحة النارية والذي توقف العمل به في العام 2004 اشتركوا في القناة